بسم الله الرحمن الرحيم وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن الرحام ببيت الله الحرام في هذا الوسط من الشهر الحرام شهر ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ينعقد هذا المجلس المبارك السابع من مجالس مدارستنا لكتاب تهذيب السيرة النبوية الذي صدر به الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه تهذيب الأسماء واللغات وهذا المجلس الذي ما زال ينعقد في هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة بغية اغتنام فضلها وخيرها بكثرة صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وبهجة قلوبنا وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليك الله يا خير الورى ما ضاء نور في الصباح وأسفر صلى عليك الله من أفضائه ما هل لمزن بالنعيم وأمطر وعسى أن يكون مجلسنا هذا ونحن نتدارس جملا من سيرته مختصرة موجزة عسى أن يكون ذلك باعثا لأن تكون ليلتنا هذه حافلة عامرة بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فلنعم المجلس هو والله ولنعم الليلة هي التي يكثر فيها ذكرنا لخالقنا وصلاتنا وسلامنا على حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم مضى في المجالس الستة السابقة أيها الفضلاء فصول موجزة مختصرة كان آخرها الحديث عن فصول في خدمه ومواليه صلى الله عليه وسلم وكتاب الوحي وخطاباته عليه الصلاة والسلام ونشرع الليلة في فصول مختصرة أيضا في رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في مؤذنيه ثم في عمره وحجته وغزواته عليه الصلاة والسلام وهو استمرار لمعرفة تزيدنا قربا من حبيب قلوبنا عليه الصلاة والسلام فإن المرأة كلما أحب شخصا محبة أكبر كانت معرفته ودرايته بشأنه أكبر ونحن هكذا إنما ندفع القلوب دفعا ونحفزها حفزا ونحثها على أن تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ليكون حقيقة أعظم البشر في قلوبنا حبا عليه الصلاة والسلام ننال بذلك الخير والشرف والسعادة ومزيد الإيمان والطاعة والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم فنشرع الليلة ابتداء من فصل فيه ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المؤلف رحمه الله فصل في رسوله صلى الله عليه وسلم أرسل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي طالب وحسن إسلامه رسوله عليه الصلاة والسلام المراد بهم السفراء الذين كان يبعث بهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالكتب والخطابات وبتبليغ دعوته عليه الصلاة والسلام خارج المدينة في أطراف جزيرة العرب ما قرب من المدينة منها وما بعد رسله عليه الصلاة والسلام هم أولئك السفراء الكرام الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يحقق بهم عالمية رسالته قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فكان عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة ربه وينقل هذا الهدى والنور الذي أشرق وأضاء من مهبط الوحي في مكة ثم في تمام هجرته من مدينته عليه الصلاة والسلام كان ينشر هذا النور ويبعث هؤلاء الرسل الكرام من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فمن بين صحابته الذين يتجاوزون مائة ألف صحابي رضي الله عنهم جميعا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يختار منهم اختيارا من أجل أن اختيار هؤلاء الرسل أمر مهم للغاية فهم السفراء ولا بد أن تجتمع فيهم من صفات المظهر والهيئة وحسن المنطق والبديهة وتأتي الأمور والحكمة وبعد النظر ما يجب أن يتوفر في أمثالهم لأن يكونوا أهلا لحمل تلك الرسالة فإن مجالس الملوك والرؤساء والعظماء تتفاوت في قبولها لتلك الدعوة بين إقبال وإدبار وبين رضوخ أو استكبار وكل ذلك يستدعي من سفرائه عليه الصلاة والسلام ورسوله رضي الله عنهم أن يكونوا على هذا النحو فاختار من بينهم أفراد حرص أهل العلم وكتاب السير على ذكر هؤلاء وإحصائهم لنكون على معرفة بهم قال رحمه الله فصل في رسوله صلى الله عليه وسلم قال أرسل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي هذا أحدهم رضي الله عنهم جميعا فأخذ أي النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي طالب وحسن إسلامه يقول ابن القيم رحمه الله إن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما بلغته وفاته ليس هو هذا الذي كتب إليه فإن النجاشي ليس اسماً للملك بل هو لقب على كل من يتولى ملك أرض الحبشة يقال له النجاشي كما يقال كسرى لكل من تولى ملك فارس وقيصر لمن تولى ملك الروم وهكذا فأما النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا فلنصلي على صاحبنا أو فصلوا على صاحبكم وكبر عليه صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات اسمه أصحمة وليس هو هذا الذي بعث إليه بالخطاب فلا يعرف إسلامه بخلاف الأول الذي مات مسلماً ونبه لذلك الإمام بن حزم رحمه الله وفي صحيح مسلم إشارة إلى هذا المعنى فهذا أحد الصحابة الرسولي الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخطابات وبالكتب إلى الملوك والرؤساء وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي بكتاب إله رقل عظيم الروم هذا ثاني الرسل والسفراء دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه أما دحية بن خليفة فأحد الصحابة الكرام المشهورين المعروفين وهو ممن يضرب به المثل في حسن المنظر وجمال الهيئة وحسبكم أن أمين الوحي جبريل عليه السلام كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة بشر تمثل بصورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه لجمال مظهره وحسن هيئته اختاره النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى هذه المملكة العظيمة هرق العظيم الروم ومعلوم أن فارس والروم كان في ذلك الوقت قطب العالم كما يقال وهما المملكتان والدولتان العظيمتان الذين يدور على رحاهما سائر الممالك وأمراء البلاد الموزعة هنا وهناك فلما اختار النبي عليه الصلاة والسلام رسولا يبعثه إلى هرقل اختار دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يكون حامل رسالته إلى هرقل وسيأتي إجازا ذكر ما كان من هؤلاء الملوك والرؤساء والعظماء في موقفهم من كتب ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس عبد الله بن حذافة السهمي أحد شباب الصحابة الثابتين الراسخين رضي الله عنه بعث به النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه إلى كسرى ملك فارس إذن فكما كان دحية بن خليفة الكلبي رسوله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كان عبد الله بن حذافة السهمي رسوله إلى كسرى ملك فارس وقد حصل لك إليهما من المواقف العظيمة وشدة الرفض والعناد والإصرار تجاه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيأتي ذكره بعد قليل اختصار وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية فقال خيرا وقارب أن يسلم وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها شيرين ويقال أيضا لها سيرين بالسين أو بالشين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هذا رابع هؤلاء الرسل الكرام من الصحابة رضي الله عنهم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه وهو صاحب القصة المشهورة التي فيها بعثه رضي الله عنه بخطاب إلى أهل مكة مع امرأة انطلقت من المدينة يخبرهم فيها بمسير رسولنا صلى الله عليه وسلم إليهم قبل فتح مكة وأدركها الصحابة رضي الله عنهم وأمن النبي صلى الله عليه وسلم بلوغ ذلك وفي شأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر المقولة الشهيرة وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حاطب صحابي كريم بدري شهد المشاهد وله سابقة حسنة في الإسلام اختاره النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية فقال خيرا أي حاكم مصر وقارب أن يسلم ولا يثبت له إسلام قالوا وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له جملة من الهدايا فيها بغلة وفيها بعض الأكسية وفيها جاريتان إحداهما مارية القبطية التي تسرى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم كما تقدم رضي الله عنهم قال وأختها سيرين أو شيرين وهي أخت مارية فأهداها النبي عليه الصلاة والسلام ووهبها لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وأرسل عمر بن العاص إلى ملكي عمان إلى ملكي عمان فأسلم وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس هؤلاء الرسل والسفراء عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أحد كبراء قريش ومن دهات العرب وساساتها الحكماء بعث به النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى ملكي عمان وهما أخوان فأسلم قال وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم أي سلم له الأمر في شأن الصدقات جمعها وتوزيعها على الفقراء وإصالها إلى المستحقين فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلومون أن عمر بن العاص رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه فكان مبعثه عندئذ أيضا في تلك الأزمنة الأخيرة والسنوات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هناك وهدى الله به ملك ذلك المكان فأسلم وكان بينهم يقيم رضي الله عنه في حكم بشريعة الله عز وجل وتولي لأمور الصدقة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هناك بينهم وأرسل سليط بن عمر العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي هذا السادس من سفرائه ورسله صلى الله عليه وسلم واسمه سليط بن عمر العامري بعثه إلى اليمامة من أرض نجد إلى هوذة بن علي الحنفي وبن حنيفة كانوا يسكنون اليمامة وبعث به النبي عليه الصلاة والسلام إليهم يدعوهم إلى الإسلام نعم وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام والبلقاء في شمال الجزيرة بمحاذاة أرض الشام وهي مما يلي جزيرة العرب مباشرة والغساسين تكانوا يملكون تلك الناحية فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم شجاع بن وهب الأسدي وكما ترون هذا رسول إلى عمان والثاني إلى أرض نجد والثالث إلى البلقاء من أرض الشام والرابع إلى مصر والخامس إلى الحبشة والسادس إلى الروم والسابع إلى فارس وهكذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام بسفرائه ورسله الكرام من الصحابة رضي الله عنهم إلى أطراف البلاد شرقاً وغرباً قرباً وبعداً لإقامة الحجة وتبليغ دين الله فصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأرسل المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري إلى الحارث الحميري إلى الحارث الحميري وهذا أيضاً في جنوب الجزيرة من أرض اليمن وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فصدق وأسلم والبحرين هي المعروفة اليوم بالإحساء في شرق الجزيرة العربية وأرسل إليهم الصحابية العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه قال فصدق وأسلم يعني ملك أرض البحرين أو الأحساء ما تسمى اليوم وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم وسوقتهم ملوكهم وسوقتهم أرسل الصحابيين الجليلين أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنه ما قال إلى جملة اليمن يعني ليس إلى ملوك ورؤساء على وجه الخصوص بل إلى عامة أرض اليمن يدعون الناس هناك ولهذا قال فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم يعني الساسة والرعية الملوك والرؤساء والشعب عام والناس قد قبلوا دين الله ومنذ ذلك الوقت لم تزل أرض اليمن أرض إسلام وإيمان وقد حباه الإسلام بكثير من المناقب والفضائل أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل القارئ الفقيه العلم معاذ بن جبل رضي الله عنه عالم الصحابة إمامهم من يتقدم ركب علماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة برتوى الفقيه الإمام أيضا كان رفيقا لأبي موسى الأشعري في تلك الرحلة الميمونة بعث بهما فتفرق لما وصل أرض اليمن ينتشران في مهادها وجبالها وسهولها إنشرون الإسلام ففتح الله على يديهما قلوب العباد وأرض البلاد وانتشر الإسلام في جنوب الجزيرة بأرض اليمن هذه جملة من أسماء هؤلاء السفراء وتلاحظون أن جل من سمي هنا كان سفيرا بمعنى السفارة الاصطلاحية في عرفنا اليوم يعني أن يخاطب ويبعث إلى الملوك والرؤساء ومن يكون صاحب الشأن في تلك البلاد ومن هؤلاء الصحابة أيضا من كان داعية ينشر الدين في تلك البقاع كأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم جميعا فالداعية إذن سفير للإسلام ومن حمل هم الرسالة وانطلق في أرض الله عز وجل يبلغها هنا وهناك فهو من سفراء هذا الدين لا شك وهو أيضا ممن يشارك في حمل هذه الأمانة والشرف بتبليغ دين الله جل وعلا ولذلك فإن عامة هؤلاء الصحابة الذين بعثوا لم يكن عددهم بالقليل وقد أحصى بعضهم نحوا من ثمانية وأربعين رسولا من الصحابة رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير بعضه كان يتجه إلى الملوك والرؤساء كما تقدم آنفا وبعضهم كان يبعث مبلغا للدين معلما للشريعة لبعض القبائل والقرى والأمصار هنا وهناك منهم الأقرع ابن عبد الله الحميري بعثه إلى ذي ميران أبي بن كعب بعث إلى سعد هذيم جرير ابن عبد الله البجلي بعث إلى ذي الكلاع وحسار بن سلمة بعث مع دحية بن خليفة إلى هرقل الملك الروم الحارث بن عمير الأزدي بعث إلى صاحب بصرة حريث بن زيد الخير إلى يحنة بن رؤبة الأيري ويقال أيضا حرمنة بن حريث بعث إليه كذلك خالد بن الوليد بعث إلى أكيدر ملك دومة الجندل وإلى بن الحارث بن كعب ورفاعة بن زيد الضبيبي بعث إلى قومه زياد بن حنظل بعث إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر سليط بن عمر العامري بعث إلى هوذة بن علي الحنفي وهكذا في عدد مثل السائب بن عوام وصدي بن عجلان أبي أمامة الباهري بعث إلى جبلة بن الأيهم ضرار بن الأزور الأسدي بعث إلى الأسود وطليحة وعوفن الزرقان وكذلك عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري كما تقدم وعبد الله بن عوسجة العوراني بعث إلى سمعان بن عمر العلاء بن الحضرمي كما تقدم وعمر بن العاص بعث إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان وعدد من الصحابة أحصاهم كما قلت بعضهم فبلغ بهم ثمانية وأربعين صحابيا بعثوا إما إلى الملوك والرؤساء وإما إلى عامة أهل تلك البلاد ينشرون دين الله عز وجل أما الملوك الرؤساء فقد بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفت في صدر المجلس تحقيقا لعالمية الرسالة وتبليغا لدين الله جل وعلا ومن أجل أن يكون له عليه الصلاة والسلام إبراء للذمة وإقامة للحجة فإنه لما رجع من صلح الحديبية سنة ست من الهجرة وقد وقع الصلح والمهادنة بينه وبين قريش تفرغ عليه الصلاة والسلام لمراسلة الملوك يدعوهم إلى الدخول في دين الله فمن أهل العلم من جزم بأن هذه المراسلات بدأت أواخر سنة ست من الهجرة ومنهم من جزم بأنها كانت في أوائل سنة سبع والجمع بين القولين أن ابتداء المراسلات كانت في أواخر سنة ست وامتدت إلى أوائل سنة سبع أو أنه بعث بهم في أواخر سنة ست وربما وصل بعضهم في سنة سبع وهكذا متى رجع النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية رجع إلى المدينة في أواخر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة من سنة ست من الهجرة إذن فبين الفترتين المذكورتين في أقوال أهل العلم فاصل ليس بالكبير قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن الواقدي في سنة ست من ذي الحجة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر مصطحبين يعني متزامنين في آن واحد حاطب بن أبي بلتعت إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وشجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة شهد بدرا إلى الحارث بن أبي شمرن الغساني يعني ملك عرب النصارى بالشام ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصرة وهو هرقل ملك الروم وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرة ملك الفرس وسليط بن عمر العامري إلى هوذة بن علي الحنفي وعمر بن أمية الضمر إلى النجاش ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن أبجر انتهى كلام إمام بن كثير في البداية والنهاية وهكذا ذكر ابن سعد من طريق الواقدي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هؤلاء وأخذ كما قيل له إن الملوك يحتاجون إلى الكتب ولا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم به الكتب فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد في المحرم سنة سبع من الهجرة يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إله رقل وكان وصوله إله رقل في المحرم سنة سبع وهكذا الجمع بين القولين كما تقدم أنفا فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأفاق كما تقدم يدعوهم إلى الدخول في الإسلام وإلى قبول دين الله جل وعلا واختلفت مواقف هؤلاء الملوك والرؤساء يقول الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه اختلف تلقي الملوك لهذه الرسائل فأما هرقل والنجاشي والمقوقس فتأدبوا وتلطفوا في جوابهم وأكرم النجاشي والمقوقس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل المقوقس هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما كسرى لما قرئ عليه الكتاب مزقه قال ابن المسيب فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق كما أخرج البخاري انطلق هؤلاء السفراء الكرام رضي الله عنهم يحملون بشائر الهدى وأنوار الهداية ونور الوحي من الخطابات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام مختومة تحمل الدعوة والنور والرحمة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام وكان اختياره لهؤلاء السفراء قائما على صفات يتحلون بها وسمات تتوفر فيهم من فصاحة وصبر وشجاع وحكمة وحسن التصرف وجمال مظهر وحسن هيئة يقول مثلا الإمام ابن حجر عن دحية الكلب يقول هو سفير النبي عليه الصلاة والسلام اله رقل يقول كان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان مع مظهره فارسا ماهرا وعليما بالروم وعبد الله بن حذافة السهمي الذي بعث إلى كسرة كان له دراية بالفرس ولغتهم وكان مضرب المثل في الشجاعة ورباطة الجائش أما حاطب بن أبي بلتعا الذي بعث إلى المقوقس ملك مصر قال عنه ابن حجر كان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية وكان له علم بالنصرانية ومقدرة على المحاورة هذا أسلوب بعث به النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الكرام من الصحابة رضي الله عنهم قاطعين الصحارى والجبال ليشاركوا في تبليغ دعوة الإسلام لا يبالون بما يلقون في سبيل ذلك كان لهذا الأثر في تبليغ دين الله من قبول أولئك الملوك والرؤساء كما كشفت عنه تلك المواقف وأحداث السيرة النبوية فانتد الإسلام وانتشر نوره في الآفاق فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا أفضل صلاة وأتم سلام وارضى يا رب عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم أربعة من المؤذنين بنال وابن أم مكتوم بالمدينة وأبو محذورة بمكة وسعد القرض بقباء وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى هؤلاء أربع صحابة أوجز الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكرهم مقتصرا على أسمائهم رضي الله عنهم جميعا هؤلاء يا أمة الإسلام المؤذنون المباركون الذين تشرفوا بهذه الوظيفة وهذا الدور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يفرح المسلم اليوم عندما يعرف مؤذنا بالمسجد الحرام أو بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام نظرا لما تشرف به هؤلاء من شرف الأذان في تلك البقاع الطاهرة ويحرص على معرفتهم والتعرف إليهم هؤلاء مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوة المؤذنين في الأمة إلى يوم القيام وهم أسوتهم وهم آئمتهم في هذا الباب بلا شك كان لنبينا عليه الصلاة والسلام أربعة مؤذنين سماهم المصنف فقال بلال وابن أم مكتوم بالمدينة وأبو محذورة بمكة وسعد بقوباء مؤذن في قوباء ومؤذن في مكة ومؤذنان بمسجده عليه الصلاة والسلام بالمدينة أما أولهم وهو إمام المؤذنين وأشهرهم في تاريخ الإسلام على الإطلاق فبلال بلال بن رباح الحبشي هو بلال بن حمامة وهي أمه اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بداية الأمر بمكة لما أسلم وكانت قريش تعذبه اشتراه أبو بكر فأعتقه رضي الله عنه فبلال في ميزان أبي بكر في الإسلام رضي الله عنهم جميعا لزم النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له شهد المشاهد كلها ولما شرع الأذان ورآه بعض الصحابة في المنام قال النبي عليه الصلاة والسلام مر بها بلالا فإنه أندى منك صوتا ومنذ ذلك الوقت لم يزل بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح ظل رضي الله عنه مؤذنا حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام فخرج في جيوش الإسلام التي تنشر الإسلام مجاهدا مات بالشام رضي الله عنه وله مواقف عدة في صبره على الأذى واحتماله الإسلام مات في طاعون عمواس سنة عشرين وقيل في غير ذلك دفن بحلب رضي الله عنه وأرضاه سيرته عطرة مشرقة وتاريخه حافل وحسبكم به من الشرف أن أول وأشهر ما يعرف به بلال في سيرته وتاريخه في الإسلام أذانه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثاني المؤذنين ابن أم مكتوم واكتفى المصنف هكذا بنسبته بابن أم مكتوم أما اسمه فمختلف فيه قيل عبد الله ابن أم مكتوم وقيل عمر ابن أم مكتوم ابن قيس بن زائدة بن الأصم وهذا الاختلاف في اسمه لا يضيره كان من المهاجرين الأولين قدم المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ضرير رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس خرج إلى القادسية كما قال بعض المؤرخين وشهد القتال واستشهد هناك رمعه اللواء عندئذ وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بها وبعض أهل العلم يذكر في سيرته مواقف عطرة واستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام نحو من ثلاثة عشرة مرة في غزواته وخروجه من المدينة وفيه وفي غيره من الصحابة نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما في القصة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله ثالث المؤذنين سعد بن عائذ المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوباء مولى عمار بن ياسر واسمه سعد بن عائذ المعروف بسعد القرض له صحبة وقيل له سعد القرض لأنه كلما اتجر في شيء وضع فيه يعني خسر فيه فلما اتجر في القرض ربح فلزم التجارة فيه جعله النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا بقوباء فلما مات صلى الله عليه وسلم انتقل سعد إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل نقله أبو بكر وقيل نقله عمر رضي الله عنهم جميعا لم يزل يؤذن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى أن مات ثم توارث بنوه الأذان من بعده إلى زمن الإمام مالك رضي الله عنهم جميعا وأما رابع المؤذنين فهو أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح واسمه أوس ابن معير بن لوذان بن ربيعة ابن عريجي بن سعد بن جمح أبو محذورة القرشي الجمحي رضي الله عنه وأرضاه واختلف في اسمه فقيل أوس وقيل سمرة وقيل غير ذلك والله أعلم خرج أبو محذورة رضي الله عنه في قصة ابتدائه بالأذان في نفر من قريش والنبي عليه الصلاة والسلام عائد من حنين فأذن بالصلاة فسمعوا صوت المؤذن فصرخوا يحكونه والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمع الأذان فأعجبه فأمره بالتأذين بمكة فعاد وبقي مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشرف توفي بمكة سنة تسع وخمسين وقيل تسع وسبعين لم يهاجر ولم يزل مقيم بمكة حتى مات رضي الله عنه وأرضاه فصل عمره وحجته وغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم هذا الفصل الذي قد نختم به مجلس الليلة أراد به المصنف رحمه الله أن يجمع بين نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خروجه للجهاد في سبيل الله فجمع ذلك فقال فصل عمره وحجته وغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم وإن شئت الاختصار قلت فصل نسكه وجهاده صلى الله عليه وسلم النسك يشمل الحجة والعمرة والجهاد يشمل الغزوة الغزوات والسرايا وسيأتي الفرق بين الغزوات والسرايا بعد قليل الحديث أولا عن نسكه عليه الصلاة والسلام وما الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في تاريخ الإسلام من إتيان بيت الله سبحانه وتعالى حجا وعمرة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة قبل الهجرة وظل بها كما تعلمون ثلاث عشرة سنة وقد أدركه موسم الحج بها غير ما مر فبقاؤه عليه الصلاة والسلام بمكة خلال هذه الفترة وقد وافق تلك السنوات والحج كان ولم يزل غير منقطع حتى عند قريش في الجاهلية قبل دخولها في الإسلام بل وقبل بعشة النبي صلى الله عليه وسلم وعندئذ كان الحج باقيا مستمرا مع ما فيه مما تلوثت به قريش في جاهليتها وخلط التوحيد الذي قام عليه الحج والنسك بما كانت عليه من لوث الجاهلية والشرك والخرافة لكن الحج من حيث هو نسك يقدم فيه الحجيج يطوفون بالبيت ويقفون بعرفة ويبيتون بمنا ويرمون الجمرات كل ذلك كان باقيا وكذلك عمره صلى الله عليه وسلم وهذا فصل فيه الجمع بين النسك والجهاد كما سيأتي في تفصيله ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر بعد الهجرة ولم يحج إلا حجة واحدة حجة الوداع التي ودع الناس فيها سنة عشر من الهجرة وغزى بنفسه صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر بعد الهجرة وهذا ثابت في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم وعند غيرهما من أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وغيرهم رحم الله الجميع أربع مرات لا أكثر اعتمر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام وقد اتفق أن العمرات التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت كلها في الأشهر الحرم بل وقعت ثلاث منها في شهر ذي القعدة وعمرة واحدة كانت في ذي الحجة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام وهذا مما ينبه عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب ولا في شعبان ولا في رمضان ولا غيرها من شهور العام وما اعتمر إلا في ذي القعدة وأما عمرة رمضان وفضلها وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابية التي لم تدرك الحج معه واعتذرت رضي الله عنها بأنها لم تملك راحلة يتمكنها من اللحاق بهم في رفقة الحج قال لها عليه الصلاة والسلام فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يعتمر في رمضان بل ولا في رجب أو شعبان والثابت كما قلنا هنا أن اعتماره أو عمراته الأربع وقعت في ذي القعدة ثلاث منها وفي ذي الحجة عمرته الرابعة والتنبيه الآخر الذي يشير له بهض عالي العلم في تفضيل عمرة ذي القعدة على غيرها من شهور العام وأن الإنسان لو أمكنه أن يتخير عمرة في رمضان أو في رجب أو في ذي القعدة فتفضيل عمرة ذي القعدة من هذا الباب والحق أن هذا ليس دليلا على التفضيل أو الأفضلية لأن هذه العمرات وقعت اتفاقا يعني أنه لم يقصد صلى الله عليه وسلم أن ينشئ عمرته في ذي القعدة فأولها عمرة الحديبية عمرة الحديبية ما هي؟ لما قدم عليه الصلاة والسلام سنة ست من الهجرة يريد مكة محرما وقد قدم محرما بالنسك وساق الهدي بين يديه هو ومعه ألف وأربعمائة من الصحابة رضي الله عنهم وتعلمون القصة أنهم لما وصلوا الحديبية وهي حد أطراف الحرم من جهة قدومهم من ذلك الطريق منعتهم قريش من دخول مكة وحالت بينهم وحصل التفاوض وبعث البعوث والرسل والمتفاوضين حتى كان الانتهاء على يد سهيل بن أبي عمرين على الصلح الذي تم وكان من بنوده أن يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من عمرتهم تلك وأن يرجعوا إلى مكة من العام القابل يعني سنة سبع فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ولا طاف ولا سعى بل تحلل بالإحصار فحلق رأسه ونحر هديه وبعث به إلى الحرم ولهذا قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحليق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله فكيف حسبت عمرة؟ حسبت عمرة بالنية وبالشروع في النسك وبالوصول إلى الحرم أو حد الحرم وبذبح هدي الإحصار فحسبت عمرة في سنة الحديبية العمرة الثانية التي كانت بعدها بعام وفق شروط الحديبية جاء معتمرا وتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية يعني التي قضي بها عمرة الحديبية التي لم تتم سنة ست فهذه بعدها بسنة وتسمى عمرة القضية العمرة الثالثة سنة ثمان إذن هذه على التوالي سنة ست وسبع وثمان السنة الثامنة من الهجرة هو التاريخ الذي لا ينسى فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وبقي عليه الصلاة والسلام بمكة ومنها انتقل إلى تبليغ الإسلام ونشره وقاد الغزوات التي خرج بها إلى جنوب مكة وتحديدا في الطائف غزوة حنين وأوطاس وثقيف كانت في تلك الفترة فلما انتهى من الغزو عليه الصلاة والسلام وانتهى من الحصار الذي طالت مدته قليلا هناك في الطائف ثقيف عاد فكانت عودته في ذي القعدة ووصل مكة قادما من الجعرانة التي تأتي على طريق القادم من الطائف من جهة جنوب مكة الغربي فقدم عليه الصلاة والسلام من هناك والجعرانة هي أيضا مما يلي الحرم أو حد الحرم من تلك الجهة فأحرم من هناك عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الغزو ومن قسمة غنائم حنين وما كان فيها بين الصحابة من شيء من الإشكال رضي الله عنهم جميعا فوقعت العمرة أيضا في ذي القعدة اتفاقا ولم تكن مقصودة وذلك بعد تمامه من الفراغ وهنا تنبيه آخر بهذا السياق وهو أن بعض الناس يفضل الإحرام من الجعرانة على غيره من مواضع حد الحرم لمن كان بمكة وأراد أن يخرج إلى الحل ليحرم إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرها من أدنى الحل وأطرافه والاعتماد في تفضيل الجعرانة من أجل اعتمار النبي عليه الصلاة والسلام منها أيضا ليس دليلا على الأفضلية لأنه وقع اتفاقا وهذه قاعدة في الجملة ما كان مرتبطا بشيء من الأمور العبادية ووقع اتفاقا في زمانه أو مكانه لا يقوم دليلا على الأفضلية وإن كان فيه دلال على ارتباطه بفعله صلى الله عليه وسلم غير المقصود لذلك الزمان أو المكان العمرة الرابعة العمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم مقارنا بها قدم في سنة تسع من الهجرة في سنة عشر من الهجرة عليه الصلاة والسلام بالحج يقود الأمة في نسكه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم المناسك فقدم من ذي الحليفة محرما وأهل بالحج والعمرة أو أهل بالحج فلما جاء وطاف وسعى أمر الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة ودخلت عمرته في حجه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في فقه المناسك هذه أربع عمرات ليست أكثر عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة وفي ذي القعدة وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة عمرة الجعران بعد قسمة غنائم حنين في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة فهذه ثلاث متواليات في سنوات متتالية سنة ست وسبع وثمان سنة تسع فرض الحج ثم حج عليه الصلاة والسلام سنة عشر فكانت عمرته الرابعة ما حجته عليه الصلاة والسلام قال ولم يحج إلا حجة واحدة حجة الوداع أما العمرات فأربع كما تقدم لكن الحج لم تكن إلا حجة واحدة التي سميت بحجة الوداع سميت بالوداع لأنه ودع فيها صلى الله عليه وسلم الناس وذلك كما تعلمون سنة عشر من الهجرة قبل ما ماته بثلاثة أشهر وشيئا يسيرا ودعهم حيث قال أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فكانت إشارة وودعهم فيها صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله أكثر من مئة ألف يخرجون معه يبتغون الائتمام به في المنسك وقد أحصيت خطواته وأقواله أفعاله وسائر تصرفاته عليه الصلاة والسلام أحصى الصحابة برصد دقيق كل شيء في نسكه كيف طاف كيف سعى كيف وقف كيف رمى كيف حلق كيف ذبح كيف أدى المناسك كيف دعى وابتهل كيف تضرع أقام الحج على مقاصده الشريعية وأقامها أيضا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وكل ذلك محفوظ ومروياته في السنة متعددة ومنها استنباط الآئمة الفقهة رحمة الله عليهم جميعا فقه المناسك بكل ما يتصل به من المسائل والأحكام والنبي عليه الصلاة والسلام يظهر لهم ويبرز في كل موضع في طوافه ومبيته ووقوفه ورميه يحث الأمة على إقامة الشعيرة كما أراد الله تحقيقا للمقاصد التي شرع من أجلها حج بيت الله الحرام فحجة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم وعمرات أربع كانت في التواريخ المذكورة آنفا وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم حجة قبل الهجرة يعني بمكة قبل أن يهاجر وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وإن ثبت هذا فهو محمول على أنه قبل أن يفرض الحج في الإسلام الذي نزل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالآية في سورة آل عمران والسورة مدنية باتفاق كلها ومنها هذه الآية فإذا كان فرض الحج لم يفرض إلا بالمدينة فعلى أي شيء يحمل حجه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الجواب أنه يحمل على حج إبراهيم عليه السلام على الملة الحنيفية وفيه القصة المشهورة أنه كان يقف عليه الصلاة والسلام بعرفة وقريش تقف بالمزدلف ويقولون نحن من أهل الحرم ويسمون بالحمس فكانوا لا يرضون بالخروج خارج حد الحرم وعرفة مشعر لا حرم كما هو معلوم وقد رؤي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة مع الناس فقيل ما بال هذا من الحمس واقف بيننا فهذا مما استدل به أهل العلم وهو الرواية الصحيحة الثابتة على أنه أدى المناسك وحج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة ولكن قبل أن يفرض الحج أما بعد فرضه فلم يحج إلا مرة واحدة هي الثابتة في سيرته والمرويات في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وغزى بنفسه صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين غزوة هذا هو المشهور وهو قول موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وغيرهم من أئمة السير والمغازي وقيل سبعا وعشرين ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه سبع وعشرون غزوة وسراياه ست وخمسون وعددها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها هذا القسم الآخر من هذا الفصل في مجلس الليلة جهاده صلى الله عليه وسلم والمقصود به جهاد السنان جهاد السلاح جهاد القتال وأما جهاد الكلمة والبيان جهاد الدعوة والتبليغ فحياته صلى الله عليه وسلم كلها جهاد في تبليغ دعوة الإسلام والقيام بأمر الله جل وعلا ومما أمره الله تعالى به يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أمره الله بالجهاد والجهاد عزة للإسلام وقوة ونصر وكسر لشوكة الأعداء الجهاد في الإسلام يا أمة الإسلام ليس غلظة على البشرية وليس سفكا للدماء ولا تعطشا لإراقتها الجهاد في الإسلام قوة ينبغي أن تكون في إحدى الكفين بكل قائم بأمر عظيم لكل حامل لرسالة إصلاح لأن من البشر من يقبل الخير بعاطفة وانقياد وسلاسة ومنهم من يشرح صدره وعقل راجح يقبل الأدلة والبراهين ومن البشر من هو مفطور على العناد والشقاق والمخالفة وفيه نزعة شيطان كبر وحسد وغل وبطش وعدوان بل وفيه افتراء وظلم وتعد فمثل هذا لا يرده إلا سلاح وحجة ومقارعة حتى يحفظ هذا الجهاد الحرومات أن تنتهك وتصان فيه الحقوق أيضا من التعدي والاعتداء هذا جهاده عليه الصلاة والسلام صفحة مشرقة في تاريخه لا ينبغي أن يستحى من ذكرها أو يتوارى من إبرازها في ضوء سيرته العاطرة الحافلة عليه الصلاة والسلام فإن قيل أجهاد وقتال يجتمع مع وصف بالرحمة والرفق والإحسان بعث به صلى الله عليه وسلم الجواب أجل إي والله بل هو أبرز وأجل صور الرحمة والشفقة والإحسان التي بعث بها عليه الصلاة والسلام كيف؟ من عدة وجوه إحسان عندما يبلغ الحرص على المعاند والمخانف بل والمقاتل على أن يعرض عن الدين وييمم وجهه شطر جهنم فيؤتى به جهادا ليدخل في الإسلام وهؤلاء يصدق عليهم أنه أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل رحمة وإحسان من وجه آخر فيها قبول أو تأمل في تلك المواقف من الغزوات والسرايا وكم كان المقدم فيها دوما صون الدماء وحفظها والحرص على أن يكون القتال ومقارعة الأسنة آخر ما يمكن أن يبلغه المجاهد في ميدان الإسلام وهكذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كانت سيرته حافلة أو لم تتأملوا قضى أكثر من نصف سن دعوته وبعثته في الإسلام عليه الصلاة والسلام غير مأمور بقتال أمضاه في مكة ثلاث عشرة سنة ولم يقاتل إلا بعد الهجرة فثلاث عشرة سنة أكثر من نصف سن عمره في الدعوة كما أسلفت لم تكن قتالاً رغم بالرغم من كل ما كان فيها من أذى والضهاد وعدوان واعتداء وأذى للصحابة بلغ القتل وبلغ التعذيب وبلغ التنكيل وبلغ التهجير والإخراج من الدور والسفر إلى الحبشة وإلى المدينة وغيرها من البقاع ومع ذلك فلم يكن هناك قتال وهذا الفصل فيه إحصاء هذه الغزوات وعدها اختصاراً قال غزى خمساً وعشرين غزوة هذا المشهور قول موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وغيرهم من آئمة السير والمغازي وقيل سبعاً وعشرين ونقل أبو عبد الله بن السعد في الطبقات الاتفاق على أن الغزوات التي غزى بنفسه سبع وعشرون غزوة وسراياه ست وخمسون وعددها واحدة واحدة اختلف أهل العلم في عدد غزواته التي غزاها صلى الله عليه وسلم وابتداءاً فأهل السير يفرقون بين الغزوة والسيرة بأن الغزوة هي ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقاد فيها المسلمين بنفسه سواء حدث فيها قتال أو لم يقع وأما السرية فالتي لا يخرج فيها عليه الصلاة والسلام ويبعث أحد أصحابه أميراً عليها وقد يقع فيها قتال وقد لا يقع فتسمى سرية والغالب أن عدد السرايا قليل يعني عدد أفرادها ولا يخرج عن هذا الاصطلاح طبعاً إلا غزوة مؤتة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها لكن سميت بغزوة قيل لعظم شأنها وكثرة عددها وحصول القتال العظيم فيها وقيل بل لتعدد أمرائها الثلاثة فسميت غزوة بذلك والله أعلم فمن أهل العلم من ذكر أن غزواته عليه الصلاة والسلام تسع عشرة غزوة وقيل إحدى وعشرون وقيل ست وعشرون وقيل سبع وعشرون وقيل مجموع الغزوات والسرايا يفوق المئة التي قاتل فيها بنفسه ثمان أو تسع غزوات وأصح ما ورد في هذا التعداد حديث البخاري عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة فقيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فأيهم كانت أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقدادة فقال العشير يعني الغزوات التي خرج النبي عليه الصلاة والسلام فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله وما أحد لم أتخلف عن غزوة قط وهو يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة فلما قال لم أشهد بدرا ولا أحدا يفهم أن العدد واحدا وعشرين وإحدى وعشرين غزوة يقول الحافظ بن حجر هذا التفاوت معلل بأن بعضهم ربما دمج غزوتين باسم واحد وربما جعل بعض من الغزوة الواحدة أكثر من اسم لاختلاف زمانها أو مكانها نبه على ذلك الحافظ بن حجر وبغض النظر عن حصول القتال فيها من عدمه فلذلك يأتي التفاوت في هذا التعداد قال ابن إسحاق جميع ما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم ست وعشرون غزوة وذكر ابن سعد أن عددها سبع وعشرون وأن السرايا سبع واربعون وهذا كله كما قلت يفارق التفاوت مرجعه إلى ما مضى ذكره قال الحافظ بن حجر أما السرايا فتقرب من سبعين وقد استوعبها محمد بن سعد في الطبقات والله أعلم نعم قالوا ولم يقاتل إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني قريضة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وهذا على قول من قال فتحت مكة عنوة أي قوة وقهرا وليس صلحا وفتحا نعم وقيل قاتل بواد القرى وفي الغابة وبني النظير والله أعلم المقصود بقتاله بنفسه عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل يعني يأمر بالقتال ويقوده لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل بيده في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا من أهل الشرك والكفر والحرب والقتال إلا أبي بن خلف في أحد فلا يفهم من قولهم أنه قاتل في كذا أنه بنفسه لا بل المقصود قيادته للقتال عليه الصلاة والسلام يعني وقع في مجموع غزواته قتال في هذه التسع بدر وأحد والخندق وبني النظير وبني المصطلق وخيبر وحنين والطائف ومكة على القول بأنها فتحت قتالا إن لم يكن على المعنى بأنها فتحت صلحا وقيل أيضا بوادي القرى وفي الغابة يعني غزوة الغابة وهي على أطراف النظير وبني النظير وهذه لفتة نختم بها المجلس نستبعث بها مزيدا من صلاتنا وسلامنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقود سبعا وعشرين غزوة يحصل القتال في تسع منها أو عشر أو أكثر لكنه لم يرفع بيده سلاحا في كل تلك الغزوات إلا مرة واحدة وعلى عدو من أعداء الله أبي بن خلف ولولا أنه توجه إليه قاصدا قتله ما أرى قدمه عليه الصلاة والسلام فهل بعد ذلك شيء من المناقشة في معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الأم الرحيمة على شدة رحمتها ربما قست على ولدها فضربته لتؤدبه وتعيده بحنانها وعطفها هل جهاد في الإسلام هو وجه من وجوه الرحمة بالبشرية التي تأبى وتعرض عن دخولها في دين الله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى ذلك وأشرفه وأرحمه فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه عطروا جمعتكم وليلتكم هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تنانول بها الرحمة والبركة والخير العظيم نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين